ديما من أكبر المشاكل اللي بتواجه أي طالب بيدرس دينت الأناتومي هي الكرونولوجي لأن يا شباب الأسئلة اللي بتيجي في الكرونولوجي من أمرها لازم يجيب اليكسيري وإنت من خلال اليكسيري هتقدر تطلع عم mindset ده دي ايه كم عدد الأسنان اللي موجودة في القرى كافتي من خلال اليكسيري فهو يا شباب مهم جدا جدا أنه نربط الكرونولوجي اللي احنا بيدرسه في الدينت الأناتومي بالليكسيري الفيديو ده يا شباب مش خاص بس بالطلبة اللي بدرسوا دينتا اناتومي اي طالب سواء في سنة اولى او في تانية او في تالتة مرحب بكم جدا في الفيديو ده ان شاء الله يا شباب هتستفادهم بإذن الله هنتكلم عن الكرونولوجي عالسريع لان اكيد يا شباب زي ما انتم عارفين ان الفيديو ده مشروحة بكده فيديو كرونولوجي اما فيديو النهاردة يا شباب هنربط الكرونولوجي اللي درسناه بكده بالليك سري هستيبلكم الرابط بتاع الكرونولوجي تحت في الدسكريبشن وهم حاجة يا شباب لما تدخلوا على الرابط ده عايزكم تشوفوا الكومنت اللي انا مثبته فيه في الكومنت يا شباب انا مثبته عايزكم تشوفوه اوكي تمام تعالوا الله يا شباب هنتكلم ان شاء الله في الفيديو مهم جدا 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 وهو ازاي بنربط الكرونولوجي اللي احنا درسناه يلا بينا السلام عليكم ازايكم يا شباب يا رب وكنوا بخير النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الكرونولوجي والإكس راي وازاي نقدر نحدد من خلال الإكس راي اللي هيجينا في الامتحان عمر الشخص ده ايه مثلا او مثلا لو جالك سؤال قول لي كام عدد الاسنان اللي موجودة هنا في الأورا كافتي او مثلا ممكن جالك سؤال كام عدد الاسنان اللي حصلها ايرابشن مش اللي موجودة في الأورا كافتي لا اللي حصلها ايرابشن لان طبعا زي ما انتم عارفين في فرق في اسنان موجودة جوه كريبت بتاعها ولسه ما حصلهاش ربشا فهو السؤال ممكن يختلف فهو مهم جدا جدا انك تركز في صغة السؤال اوكي سيبكم من النقطة الاخيرة دي عايزين نركز في النقطة الاولى وهي حدد لي عمر الشخص ده او حدد لي عمر البيشانت ده من خلال هذا الليكسيري السؤال ده يا شباب لو جال عشر اسئلة في الليكسيري تسع اسئلة منهم يا شباب خاصين بالسؤال ده وحده وحده وركزوا معي احنا يا شباب عشان نقدر نحدد عمر البيشانت صح فهو مهم جدا يا شباب من خلال عيني هقدر احدد هو في اي مرحلة يبقى يا شباب اول حاجة هكتبها هنا وهي والدينتيشن والدينتيشن يا شباب زي ما انتم عارفين بنقسمها lite3 المرحلة الزمنية هي المرحلة الزمنية من عمر الإنسان واللي بيكون فيها أسنان لبنية يعني يا شباب ممكن نقول إن هذه المرحلة تمتد من عمر ست شهور ليه يا شباب؟ لأن الطفل عنده ست شهور بيبدأ يطلع في الوقت ده الأسنان اللبنية لحد عمر يا شباب ست سنين ليه لحد عمر ست سنين؟ لأن بداية من هذا العمر هيطلع الأسنان الدايمة فهو يا شباب هي عبارة عن المرحلة الزمنية من عمر الإنسان واللي بيكون فيها أسنان لبنية فقط إحنا عارفين يا شباب إن الأسنان اللبنية هكتبها هنا بتطلع من عمر ست شهور لحد عمر يا شباب من ست شهور لسنتين يعني المفروض يا شباب المفروض الطبيعي إن لو جال الطفل عنده سنتين مثلا أو سنتين وشهر بيكون عنده يا شباب عشرين سنة يكون عدد الأسنان يا شباب اللي موجودة عنده في القرى كافتي وحصلها إيرابشن هي عشرين سنة يعني هبص القرى كافتي بتاعه هلاقي عشرين سنة ده المفروض يا شباب البيشنت أو الطفل اللي عنده سنتين يكون عنده عشرين سنة ليه؟ لإن الديسيدوستيس بتطلع من عمر ست سنين لحد عمر سنتين وطبعا النقطة دي أنا شرحها في الشابتة بتاع الديسيدوستيس أوكي يا شباب تمام الوقتي عرفنا إن الديسيدوستيس بيكون من عمر ست شهور لست سنين لإن يا شباب اللي عشرين سنة دول اللي هم موجودين عند طفل عنده سنتين بيفضلهم موجودين والطفل ده بيفضل شغال عليهم لحد عمر ست سنين إيبقى الطفل بيشتغل على هذه الديسيدوستيس اللي هم عشرين سنة من سن سنتين لحد سن ست سنين ما فيش أي تغيير بيحصل لهم يعني ما فيش أي برمان تتوس بيحصل لها إيرابشن أوكي؟ تمام دي كده حاجة في الفهرس المغام ما عايزكم تركيزوا في الكلام اللي هنا ده الديسيدوست دينتيشن تمام كلمني كده عن البرماننت دينتيشن البرماننت دينتيشن يا شباب هو عكس الديسيدوست ده عبارة يا شباب عن المرحلة الزمنية في عمر الإنسان واللي بيكون فيها أسنان دايما بيكون فيها برماننت تيس فقط طب إيه هي المرحلة العمرية اللي هيختفي فيها آخر سنة لابنية محنا ممكن نترجم الجملة اللي أنا قلتها في الأول بجملة الأخيرة دي هنا موجود أسنان دايما فقط يعني هيحدث شيدنج لآخر سنة لابنية آخر سنة لابنية يا شباب بيحصل الله شيدنج عنده عمر من 11 ل 12 سنة فإحنا ممكن نقول يا شباب عنده عمر 12 سنة يبقى البرماننت دينتيشن بيمتد من عمر 12 سنة لحد يا شباب وفاة هذا الإنسان ما عادش فيها أسنان لابنية هتطلع بعد كده موجود فقط أسنان دايما فهي من عمر 12 سنة لحد وفاته بقى تمام فيها يا شباب بقى مرحلة في النص والمرحلة دي هي مهمة جدا 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 بالنسبة لي وهي مرحلة الميكس دينتيشن دي عبارة عن المرحلة اللي بيكون فيها أسنان لابنية وأسنان دايما مع بعض في نفس الوقت جوه نفس يعني موجود أسنان لابنية وموجود أسنان دايما كان هنا موجود أسنان لابنية عنده عمر 6 سنين هيبدأ يطلع أول سنة اللي هي الفرست مولر كلنا عارفين يبقى يا شباب من الآخر هزي الميكس دينتيشن بتكون من عمر 6 سنين اللي هي يا شباب 6 سنين دي معناها إيه؟ اللي هي السنة اللي بيطلع فيها أول سنة برمننت الفرست أول سنة برمننت يا شباب لحد عمر كام لحد عمر 12 سنة اللي هي السنة اللي هيحدث فيها شيدنج يعني هتتخلع فيها آخر سنة ملك لست واضح الكلام يا شباب مهم جدا جدا نحن كنا نتكلم في النقطة دي ليه بقى؟ لأن لما يجيلي الإكس ري فإنه لازم أول حاجة حددها أبص هل مثلا الإكس ري ده لطفل في مرحلة الدسيدوس دينتيشن؟ يعني لسه ما حصلش أي أربشن لسنة برمننت طب مثلا هل الإكس ري ده لطفل أو البانوراما لطفل في مرحلة برمننت دينتيشن؟ يعني هذا الشخص ما عادش عنده أي أسنان لابنية خلص؟ طب مثلا لما بص لبانوراما هلاقي إن الشخص ده موجود عنده أسنان لابنية وأسنان دايما في نفس الوقت فإن لازم ساعته هعرف إن الشخص ده عنده من 6 سنين إلى 12 سنة مهم يا شباب نعرف الكلام ده تمام لما بص يا شباب لما بص للبانوراما ولاقي إن لسه ما حصلش أي ري ده لأي سنة برمننت فإن هعرف على طول يا شباب إن هذه المرحلة هي مرحلة الدسيدوس طب أنا إزاي بقى هقدر أحدد عمر الشخص ده السباب يجيلك كالتالي جيبك إكس ري أو بانوراما تمام؟ ويقول لك حدد عمر الشخص ده واحدة واحدة كده هيقول لي حدد عمر الشخص ده طب أنا هقدر أحدده إزاي؟ طالما أصلا إن ما حصلش إقربشا لأي سنة برمننت فإن يا شباب هقدر أحدد عمره من خلال الكراون كومبليتد اجتمال الكراون أوكي؟ يبقى في مرحلة الدسيدوس هقدر أحدده من خلال الكراون كومبليتد اجتمال الكراون أوكي؟ طب بالنسبة يا شباب لو بصيت للبانوراما ولقيت إن الشخص ده في مرحلة الميكس الدينتشان فهنا يا شباب أنا هقدر أحدد عمر الشخص ده في أغلب الأحيان من خلال الارابشان يعني نعرف تتابع الارابشان اللي بيحصل يا شباب وهنفهم الوقت يعني إيه النقطة دي طب لو بصت يا شباب للبانوراما ولقيت إن الشخص ده ما عادش عنده أي أسنان لابنية خالص يعني كل الأسنان اللي موجودة أسنان دايما فهنا يا شباب في أغلب الأحيان عشان أقدر أحدد عمر الشخص ده فأنا هبص ليه الروت كومبليتد واضح الكلام؟ لاحظت بقى إن أنا الوقتي لما أعرفت كلم مرحلة الزمنية؟ اللي موجودة فيها بيحصل ده هقدر يا شباب إحدد أنا ههعرف عمر الشخص ده من خلال إيه؟ لو هي يا شباب مرحلة الديساب 버س في أغلب الأحيان ركزوا جدًا في أغلب الأحيان هقدر أحددها من خلال براو من المويد طب يا شباب مثلًا لو في مرحلة مانتكت PIB في أغلب الأحيان هقدر أحددها من خلال تتابع الارابشان التابع الارابشان طب يا شباب لو المرحلة اللي أنا استنتجتها من خلال البانوراما طلعت فهنا يا شباب في اغلب الاحيان هقدر احدد عمر الشخص ده من خلال الروت كومبليتد الكلام ده ركزه فيه جدا 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 ده الكلام اللي مفروض اقوله وبعد كده اجيب لكم الليكسيري ونشوف حالات مختلفة ونطلع كل حاجة فيها بس انا حاجة اراجع معكم الكلام اللي كنا اخدناه بكده تلام يا شباب الكلام اللي كنا اخدناه في الكورونولوجيا بكده هراجعه معكم بس على السريع اول حاجة يا شباب هبدأ بيها وهي موضوع الروتشن ده تتابع الروتشن يا شباب انا عشان اقدر احدد عمر الشخص ده في مرحلة يعني اللي هي مرحلة من 6 سنين الى 12 سنة فانا لازم يا شباب اركزوا معي لازم اعرف تتابع الروتشن يعني يا شباب تتابع الروتشن طبعا في الابر هيختلف شوية عن اللور في الابر يا شباب اول سنة بيرمالنت في الابر قرش بيحصل لها الروتشن هي السيكس بعدها يا شباب الابر سنترال انسيزور بعدها الابر لترال بعدها يا شباب الفور تمام بعدها يا شباب الفيف والقنين اللي اتنين دول بيكونوا في نفس الوقت ممكن القنين يطلع بدر شوية ممكن الفيف هو اللي يطلع بدر شوية المهم اللي اتنين دول بيبدلهم مع بعض بعد كده يا شباب واخر واحد فيهم هو السفن والايد كالعادة هو الاخير اوكي ده بالنسبة للابر ده تتابع الروتشن يا شباب ده اوي سنة عبر بيحصل لها كيف باتها بعدها عبر ومجرد قبل الانا طيب بالنسبة يا شبابos في الانا بعدها العبر الانا التنين دول بيقدروا مع بعض في اغلب الاحيان القبل الفور ده في اغلب الاحيان и بالوقت يا شباب بعد كده 오래 خدتو ببائلكم من الهنا ممكن يبدل مع اتناني ومن اللي هنا ممكن يبدل مع تاني ده يشباب تتابع الربشن اللي موجود معنا طب تعالى كده فكرني بالكرونوجي اللي احنا كنا اخدناه يعني عرفني السكس ده بيطلع عنده عمري كان بالزبط الربشن السنترل ده بيطلع عنده عمري كان بالزبط بص يا شباب انا همزح بس الجوزئية دي عايزكم تراكزه جدا ده الور سنترل فو الابر سنترل هنا اللور لاترل فو الابر لاترل هنا الShower A خلونا نبدأ من هنا اللور سنترال يا شباب بيكون من عمره من 6 إلى 7 سنين اللور لاترال يا شباب بياخد بعده على طول من 7 إلى 8 سنين من 7 إلى 8 سنين في نفس الوقت ده يا شباب في نفس الوقت ده بيطلع الأبر سنترال برضه من 7 إلى 8 سنين بعد كده يا شباب بيطلع مين؟ بعد كده بيطلع الأبر لاترال الأبر لاترال بيطلع من 8 إلى 9 سنين أوكي أوكي بعد كده يا شباب بيطلع اللور كنين اللور كنين ده من 8 إلى 9 اللورقنين هيكون من 9 إلى 10 سنين تمام تمام المفروض يا شباب لو لاحظتم 6 إلى 7 7 إلى 8 7 إلى 8 8 إلى 9 9 إلى 10 فأجيال بتسلم أجيال المفروض يكون الأبرقنين لما اجا كمل كده يا شباب يكون من 10 إلى 11 مش ده اللورقنين من 9 إلى 10 فده الأبرقنين المفروض يكون من 10 إلى 11 ولكن يا شباب وحطها ما بين دائرة كده الأبرقنين بيكون من 11 إلى 12 سنة يعني فيه فرق سنة جاب مش ده من 9 إلى 10 وده من 11 إلى 12 فين بقى من 10 إلى 11 10 إلى 11 يا شباب اللي هياخدها 4 الأبر 4 واللور 4 اللي اتنين مع بعض كده في أغلب الأحيان بيكون من 10 ل 11 سنة اللي هي السنة الجاب اللي موجودة ما بين الأبر 9 والأبر 9 تمام بعد كده الأبر واللور 5 بيكونوا يا شباب زي الأبر 9 بيكونهم من 11 إلى 12 سنة ده مين؟ ده 5 بعد كده يا شباب السفن هيكون من عمر 12 إلى 14 سنة آخر سنة بيرماننت طبعا السردومولر ده الأخير خالص بس أنا بتكلم لحد السفن سيبكم من السردومولر الوقتي معروف أن السردومولر درس العقل هو آخر حاجة أوكي يا شباب عرفتنا تتابع العربشن عامل إزاي؟ تمام اكتبوا الكلام ده عشان همسحوا الوقتي أنا عرفت إزاي هحدد عمر البيشنت أو عمر الكيز اللي قدامي ديت لو هو في مرحلة من خلال تتابع العربشن الجزئية دي والجزئية دي عرفناها يا شباب يعني يا شباب أول حاجة أبصلها بعد ما حددت خلاص عمر البيشنت أو بعد ما حددت المرحلة اللي البيشنت ده فيها اللي هي مرحلة ميكس الدينتيشن أول حاجة أبصلها هي السيكس تمام تمام السيكس حصلها عربشن بص لللي بعدها اللور سنترل بص لللي بعدها اللور لاترل بص لللي بعدها الابر سنترل بص لللي بعدها الابر لاترل يعني يا شباب تتابع العربشن لأنه اللي بيحصل معنا هنمشي بيه ده رقم واحد ده رقم اثنين الاثنين دول الور رترال والأبر سنترال الاثنين مع بعض رقم ثلاثة بعد كده هبص للأبر رترال بعد كده هبص للور كنين فهمتوا ازاي شباب هقدر احدد عمر الطفل او عمر الشخص ده من خلال تتابع الاربشن اللي بقلوكم عليه هبص الاول سنة بعدها السنة التانية بعدها السنة التالتة بعدها السنة الرابعة فهمنا النقطة ديه شباب تمام انا كده فهمت كل حاجة متعلقة بالميكس الانتشن تعالوا كده يا شباب عاد سريع هنتكلم عن موضوع الدافن اللي هقدر احدد عمر الطفل ده من خلال اجتمال الكراون وبعد كده يا شباب هتتكلم عن البرمانت الدنتشن واللي هقدر من خلال الروت كومليتد هحدد عمر الانسان ده او البناة ادم ده وكي هيا شباب تعالوا بصة يا شباب بالنسبة لمرحلة الدافن الدافن زي ما انا كنت تقسمتها في الأول ان احنا ممكن ناسمها من 6 شهور 6 مونس الى 2 يارز فده المرحلة اللي بيطلع فيها الأسنان اللبانية متفين عليها متفين عليها بس صعب يا شباب يجيب لكم X-ray بالنسبة للطفل اللي عنده من 6 شهور لسنتين ليه؟ لان اصلا لسه ما درستوش الشابطة بتاع ديسدواص اوكي فهو عموما صعب يجيب لكم بانوراما لطفل اللي عنده من 6 شهور لسنتين لانكم اصلا لسه ما درستوش الديسدواص دينتشن فبالتالي لسه ما تعرفوش تتابع الأسنان اللبانية فالمرحلة دي سيبكم منها المرحلة التانية يا شباب اللي هي من سنتين الى 6 سنين دي اللي تمهمينها جدا المرحلة دي هي اللي تمهمينها جدا ازاي يا شباب؟ لان في المرحلة دي هيحدث اكتمال الكراون من مبانيog lespermanent مع قوية باسم الجلفر وطبعا من خلال البانوراما و視تشوقها الوقت ان شاء الله بعد ما خلص شغلي علي البرد إن شاء الله يا شباب من خلال بانوراما هنقدر مع بعض يا شباب نعرف إزاي حصل اكتمال الكراون تمام؟ فمرحلة من سنتين إلى ست سنين يا شباب في المرحلة دي هقدر أحدد هل حصل اكتمال الكراون ولا لأ طيب واحدة واحدة كده يا شباب ركزوا معي الوقتي لو جالي بانوراما ولقيت فيها يا شباب كل الأسنان اللي موجودة في القرى كافتي اللي حصلها يا ربشان أبارة عن الأسنان لبنية فقط مفيش أسنان دايما حصلها يا ربشان فأنا أقول على طول إن الشخص ده في المرحلة بتاعت مين بتاعت الدينتشان اللي هو يا شباب عنده أقل من ست سنين يبقى الراجل ده أو الطفل ده أقل من ست سنين أقل من سكس يارس أوكي هل أقول للدكتور دي إجابتي أقل من ست سنين طبعا لا لا ماينفعشي أنا لازم أحدد العمر بالصبت كام فالعمر اللي هادر أحدده أحدده من خلال ايه؟ ما أحدده يا شباب من خلال الكراون الكراون كومبيليتد لقدامي اجتمال الكراون فيا شباب تعالوا نبص كده للكلام اللي موجود معنا إحنا عندنا هنا السكس سواء أبر أو لور بيكون يا شباب اجتمال الكراون بتاعهم هو رقم واحد بيكون من سنتين ونص ليه تلات سنين أوكي تمام بعد كده يا شباب هلاقي اللور سنترل والأبر سنترل تاني اللور لترل والأبر لترل دول يا شباب مع بعض بيكون من عمر من 4 إلى 5 سنين بعد كده يا شباب هلاقي إن الأبر 4 واللور 4 هنكمل المشوار ده بيكون من عمر من 5 إلى 6 سنين تمام تمام بعد كده يا شباب هلاقي إن الفايف والقناين دول مع بعض كده بيكونوا من عمر من 6 إلى 7 سنين وطبعا يا شباب لمجرد إن احنا نوصل هنا عند من 6 إلى 7 سنين ده احنا كده خلاص دخلنا في مرحلة الميكسد دنتيشن صح؟ يعني يا شباب هيحصل اربشن للسكس سواء أبر أو لور واللور سنترل يا شباب هيحصل له برضو اربشن فأنا يا شباب مش هبص الكراون كومبيليتد بتاع الفايف والقناين فالنقطة ده يا شباب خلاص كده دخلنا في مرحلة الميكسد دنتيشن فما عدش مهم لنا إن احنا نعرف الكراون كومبيليتد بتاع الفايف أو حتى القناين أو حتى السيفن يا شباب اللي هو هيكون من عمر من 7 إلى 8 سنين تمام؟ مش مهم نعرف دول لإن كده وكده احنا دخلنا في مرحلة الميكسد دنتيشن المهم إن احنا نعرف بقى السكس، السنترل، اللاترل والفور والموضوع سهل السكس من سنترل ومص ثلاثة ده الوحيدة كده يسيبك منها بقى عندك السنترل، لور وقبر اللاترل، لور وقبر من 4 إلى 5 سنين بعد كده الفور، أبر ولور بيكون من 5 إلى 6 سنين أوكي؟ عايزكم تركزه في النقطة دي يا شباب تمام؟ يعني من الآخر لو جالي بانوراما ولقيت فيها يا شباب موجود فقط كراون كامل للأبر واللور سكس يا شباب فأنا في الوقت ده هاضر أحدد إن احنا الوقت الحمد لله عدينا سنتين ونص ثلاثة صح ولا لأ؟ صح بس لسة ما حصلش اكتمال لكراون بتاع هذه الأسنان سواء السنترل أو اللاترل فمعنى كلام يا شباب كل دول حصل لهم اكتمال الكراون بس يا شباب لسة ما حصلش اكتمال الكراون بتاع الفور فهين يا شباب هعرف الطفل ده يا شباب موجود عنده عمر الخمس سنين أوكي؟ لأن ديك من 4-5 وده من 5-6 هو موجود بقى عند عمر 5 سنين اوكي تفهمت الفكرة؟ عرفتنا ازاي نحدد عمر الطفل اللي هو في مرحلة الديسيدواز انتشن من خلال هزي كراوين كومبيليتد اوكي؟ تمام طب بالنسبة يا شباب للروت كومبيليتد فهي نفس الفكرة اللي احنا كنا درسناها بلكده احنا عندنا يا شباب الروت كومبيليتد بتاع السكس بيكون من عمر من 9 الى 10 سنين دي مش مهمة بالنسبة لنا لماذا؟ لأن المرحلة دية موجودة جو in mixed dentition فتا مش مهمة بالنسبة لنا عمر من 10 الى 11 سنة اخدتوا بالكم دي سبك منها سبك منها سبك منها سبك منها يعني كل الكلام اللي احنا اكتبنا ده تابع الروت كومبيليتد مش مهمين اوي لان هما يا شباب يعتبرهم تابع الميكس الدينتيشن المهم بقى يا شباب هو اللي جاي ده سيبكم من كل ده همسحهم المهم هو اللي جاي واللي هيدا يا شباب من مرحلة اللي 12 سنة سيبكم من دول بقى عندنا يا شباب اللور كنين عندنا القبر كنين عندنا الفور عندنا الفيف عندنا السيفن اللور كنين يا شباب بيكم من عمر 12 الى 14 سنة تمام تمام ده اللور كنين القبر كنين يا شباب بيكم من عمر 13 الى 15 سنة القبر فور واللور فور يا شباب بيكم من عمر 12 الى 13 القبر فيف واللور فيف يا شباب بيكم من عمر 13 الى 14 القبر سيفن واللور سيفن يا شباب بيكم من عمر 14 الى خمسة عشر. اوكي يا شباب يعني لو جالي بانوراما لانسان او شخص عنده اسنان دايمة فقط مفيش اي اسنان لابنية فان اول حاجة هركز عليها يا شباب وهي اقتمال الروت هركز على من يا شباب هركز عاللور قنين عالأبر قنين عالفور عالفيف عالسفن هبص يا شباب لللور قنين لقيت اقتمال للروت بتاعه تمام لقيت اقتمال للروت بتاعه هو والأبر فور واللور فور خلاص الشخص ده عدة مرحلة تلتاشر سنة. او عدى مرحلة من اتناشر تلتاشر سنة. بعد كده يا شباب هبص لده. هبص لده. وهبص لده. تمام? ووقتها يا شباب هقدر يحدد هل الشخص ده عنده مثلا تلتاشر ونص? هل الشخص ده عنده البعتاشر? هل الشخص ده عنده خمستاشر? فهمتوا الفكرة يا شباب? عرفتنا زي هنحدد لعمر بتاع الشخص ده من خلال اجتمال الروت. فانا هركز من اول القناين لحد سيفن. تمام? معادة طبعا السكس. السكس مشتبعهم. لان هي من 19 سنين. انا كده يا شباب اتكلمت عن كل اللي كنت حابب اتكلم عنه على البورد. تعالوا يا الله. هنجيب لكس راي. تمام? اللي هي بانوراما يعني. وهنقدر نحدد من خلال عمر الشخص بناء على الكلام اللي احنا دلسناه هنا على البورد. يلا يا شباب يلا بينا. يلا دكاترا يركزوا معي. بعد ما خلص فهمنا كل حاجة من خلال البورد. وده كان مهم جدا جدا جدا. ان انا ابدأ به لان من غيره. مش هنقدر نفهم الكلام اللي احنا هناخده الوقتي. اوكي. لو لاحظتم من خلال الشكل اللي موجود قدامنا ده. ده عبارة عن طفل كان عنده في حدود من 6 سنين ل7 سنين في الوقت ده. الشخص ده يا شباب. زي ما انتم شايفين كده. ده عبارة عن اللور برمننت سنترال انسايزور. بدأ يحصل الورابشان. يعني معنى الكلام ان حصل شيدنج ليه. ده شباب البي. اللي هو الملك لترال. ده السي. ده الدي. ده الاي. وهنا يا شباب موجود السيكس. هنا موجود السيكس. يعني اعرف على طول يا شباب. ان احنا هنا بدأنا في مرحلة الميكسيد دينتيشان. صح ولا لا? صح. مدام يا شباب بدأنا في مرحلة الميكسيد دينتيشان. فانا هبدأ اركز مع موضوع الايرابشان. موضوع الايرابشان يا شباب. اللي هو. السيكس حصل له الايرابشان. تمام. هبص على بعده. اللي هو اللور سنترال. اللور سنترال يا شباب لسه ما حصلش ليه كومبيت في الايرابشان. فهين هقدر اقول ايه? ان هذا الشخص عنده من 6 الى 7 سنين. فهمتوا الفكرة يا شباب? تمام? هل الابر سنترال البرمن انت حصلها اي ربشن? لسه ما حصلها هاش هل اللور لاترال البرمن انت حصلها ايه لسه ما حصلها هاش يبقى معنى الكلام يا شباب ان احنا لسه عنده عمر من 6 الى 7 سنين فهمتوا الفكرة? فهمناها وسهلة جدا تعال كده للصورة اللي بعدها بص يا شباب وركزوا معي لو لاحظتوا كده ده عبارة عن السيكس تمام? السيكس يا شباب لسه يعتبر ما حصلوش اي ربشن? سواء النور او الابر السيكس لسه ما حصلوش اي ربشن? فنعرف على طول اننا هنا في مرحلة the city was deuntakesan. وما درام يا شباب انا في مرحلة decimsical of the dentakesan, هبدأ اركز مع نقطة وهي نقطة من? وهي نقطة الشباب crown completed. لو لاحظتم الاسيكس هصله crown completed اوكي. هنا موجود الamb Grind, هنا موجود C,ONG, هنا B, هنا الاي? احسكم تركزوا تحت لايه هل حصل يعني الشخص ده يا شباب عنده في حدود من خمسة الى ست سنين يعني هو يا شباب قرب اوعى ست سنين عشان حتى لو لاحظتوا هنا ان السيكس بدأ يحصل لقربشا وهنا خلاص هيحصل لقربشا فالشخص ده يا شباب عنده في حدود ست سنين أو مثلا 6 سنين إلا شهرين إلا 3 فممكن نقول من 5 سنين ونص إلى 6 سنين فهمتوا الفكرة؟ عرفنا موضوع الكلام كومبيتد في حالة الديسيد واسنتيشان فهمناها تعالوا كده يلا للصورة اللي بعدها ده يا شباب صورة بتوضح الكلام اللي احنا بنقوله هنا موجود central lateral 9 4 5 6 7 أوكي فهو ده يعتبر صورة موضحة جدا للكلام اللي بنقوله هنا موجود الديسيد واستيس اللي هما دول وتحتهم موجود من البرمنتتيس وهنا موجود يا شباب السيكس وهنا موجود السيكس اللي هما أول أسنان هيحصل لها عربشان فالصورة ده بسيطة جدا عايزكم بس تكرقوا كلام اللي فيه وتعالوا والله للصورة اللي بعدها ده نفس الفكرة يا شباب يعتبر صورة بتوضح نفس الكلام اللي احنا بنقوله مفيش أي اختلاف أوكي يلا عشان بقى نتكلم عن الـ X-Ray نفسه بصوا يا شباب من خلال البانوراما اللي موجودة قدامنا دي عايزين نعرف هل احنا الوقت في مرحلة distance الم fer barrier ولا في مرحلة deciduous dentition ولا في مرحلة debar indention واحدة وحدة لسا في اسنان لبانية وفي اسنان دايما لسا ما حصللاش ربشان فسيبك من هزي ال Makes perfekt طب هل هي deciduous dentition ولا mixed dentition هقدر يا شباب الحدد ده من خلال هل حصل اي سين برمانين طبعا يا شباب حصل هنا ده 6 وده 6 هنا 6 وده 6 يبقى يا شباب 6 ايه اللي حصل له حصل لو حصل يدبعها يا شباب تعالوا كده نبص يلا النع beasts الحباب زم انتو شايفين اهو الاتنين دون ده تمام هنا هنا وده وده الاتنين حصلهم بويس تعالوا نبص على بعده اللي هو مين يا شباب اللي هو وال righteous الvär rule اثنين والفي البرب مش هحنا عارفين يا شباب ان نى ال Large وال Turks اللي اطلعهم عنده عمر من 7-8 سنة تمام الـ يا شباب زم انتو شايفين كده حصلوا اهو مش ده هصالي ايربشن بس يا شباب للأسف لسه ما حصالش ليه هنا يا شباب موجود اهو هنا موجود l b يعني يا شباب لسه ما حصالش ليه يعني يا شباب يعتبر الشخص ده عنده فحتو سبع سنين لأن هنا هصاله صح? تمام خلاص هيحصالية كمان مسلا في حدود شهرين ثلاثة لأن هيحصل قريب جدا جدا لهذا بيinin transfers هيحصل له شيدنج تمام؟ فالشخص ده يا شباب عنده في حدود 7 سنين لأن لسه ما حصلش الارابشن للور برمانينت لاترال انسيزور فهمتوا الفكرة؟ تمام يبقى الشخص ده على طول هقول عنده في حدود 7 سنين أوكي تعال يا الله للصورة اللي بعدها الله يا شباب عشان نحدد هل دي مرحلة ميكس الدنتيشن ولا مرحلة دي سيدواز دنتيشن واحدة واحدة هل حصل الارابشن للسكسات لسه ما حصل لهش الارابشن يعني معنى الكلام يا شباب يعني لسه احنا في مرحلة دي سيدواز دنتيشن صح؟ صح الوقت احنا لسه في مرحلة دي سيدواز دنتيشن ما حصل لش ارابشن من السكسات حتى هنا اللور سنترال لسه حتى هنا الابر سنترال لسه طبعا ده الطبيعي بتاعنا يعني مدام السكسات لسه ما حصل لش ارابشن فطبيعي اللور سنترال والابر سنترال واللور لاترال اهو والابر لاترال لسه ما حصل لهوش ارابشن واضح كلام تمام احنا الوقت في مرحاتي فلما يجيلي صورة شبه دي فاحنا عايزيني نعرف الشخص ده عنده في حدود قدية احنا قلنا يا شباب هنبص على crown completed بتاع 6 هنبص على central ويه lateral سواء أبر أو lower هنبص يا شباب على 4 سواء أبر أو lower بص يا شباب crown completed حصل لل6 أيوة حصل هغير اللون خليه أزرق حصل لل6 طب بالنسبة يا شباب ليه lower central أيوة حصل له crown completed طب بالنسبة يا شباب hiwa يعتبر حصل له crown completed طب بالنسبة Iron Fortral أيوة حصل له crown completed اهو طب بالنسبة لل lower literal أيوة حصل له crown completed طب تعاليا كده نبص ليه الفور هنا يا شباب موجود l'i تمام هنا موجود الفور يا شباب موجود تحت مين الفور المفروض ان هو موجود تحت اللي هو ده واللي هو ده هل حصل crown completed ليه الفور زي ما انتم لاحظون يا شباب لا طبعا لسه زي ععرف إن هو لسه ما حصل لوشء كرةون كمبيليتيد لو لاحظتم يا شباب إن الكرةون مصير جدا هل هو ده طول بتاع اللور 4 اللي أنتوا درستوه فيه بيرميننت تيس طبعاً لا ده مش طوله فالوقت يا شباب إحنا عارفين إن الفور بيحصر كرةون كمبيليتيد ليه الفور اهو يا شباب بيحصر كرةون كمبيليتيد ليه عنده عمر من 5 سنين إلى 6 سنين تمام لسه ما حصلش كرةون كمبيليتيد الروت فيا شباب الشخص ده لسه ما وصلش مرحلة الخمس سنين فشباب لو سألوني على مرحلة عمرية بتاعة هذا الطفل هقوله على طول ان هذا الطفل لسه موصلش للخمس سنين لان ما حصلش كراون كومليتد لفور فبالتالي يا شباب هذا الشخص بيكون عنده في حدود من اربعة الى خمس سنين يعني ممكن نقول يا شباب ان هو خمس سنين مثلا الا شهرين الا تلاتة فالعمر بتاعه يا شباب من اربعة الى خمس سنين اوكي عرفنا زي بنحدد العمر بتاع شخص في مرحلة مفهومة وسهلة جدا لعلوا والله للصورة اللي بعدها يلا يا شباب راكزوا معي احنا الوقت زي ما انتم شايفين كده عندنا هنا السكس صح عندنا هنا السكس هنا موجود السكس هنا موجود السكس يعني يا شباب السكس هصل له اربشن ولا لا ايوا السكس هصل له اربشن كويس جدا ايبا الوقت يا شباب احنا في مرحلة الميكسد دينتشن تمام الوقت احنا بصنا للسكس من اللي بعد السكس اللوردة سنترال حصل له الأمر arises طيب هبحبص إلى من بعد اللورстра هبص يا شباب ليه اللوراترالvoantic هالحصل لهم الأمر Laink اهو اللور لادرالๆ والأمر Liz بعد كده يا شباب هبحبص إلى اللي بعده اللي هو مين اللعلxx هلحصل لهم الأمرار أيوة حصل لهم الأمر เยيض ده الأمرار فالترال وده الأمرار肌 ايوا حصل لهم الأمر pytta قلت لا طيب تعاوااواوا كده نبص للوركانين واحدة واحدة يا شباب تعالواوا منبص لـ اللور كنين ده اللور كنين هل حصل له كومبيت في الأربشن لا لسه هل حصل له كومبيت في الأربشن لا لسه وإحنا عارفين إن اللور كنين بيطلع عنده عمر من 9 إلى 10 سنين صح يا شباب ولا لا؟ صح يبقى الوقت لو حد يسألني سؤال المرحلة العمرية بتاعت الشخص ده يبقى لسه موصلش للتسع سنين فأنا هقولي يا شباب إنه هو عنده من 8 إلى 9 سنين فهمتوا الفكرة؟ بسيطة وسهلة جدا مش هنا بالترتيب 6 lower central بعد كده lower lateral والأبر central بعد كده الأبر lateral بعد كده يا شباب نبص للور كنين هل اللور كنين حصل له كومبيت في الأربشن لا لسه طب أنا عرفت إزاي أهو يا شباب ده الأكرزة باللين اللي معنا هل هذا اللور كنين وصل للأكرزة باللين لا هنا برضو نفس الفكرة هل هذا اللور كنين وصل للأكرزة باللين لا فهنا يا شباب أعرف على طول إن لسه ما حصلش كومبيت في الأربشن اللي هذا اللور كنين فقدرت على طول إن أنا أحدد العمر بتاع الشخص ده مفهومة؟ مفهومة تعالوا والله للصورة اللي بعدها يلا يا شباب ركزوا جدا معايا في الصورة دي هل موجود أي أسنان لبنية؟ لا هنا لا يوجد أي ملك تيس فمعنى كلام يا شباب إن إحنا في مرحلة إيه؟ إن إحنا في مرحلة البرمنت وعشان نقدر نحدد العمر بتاع الشخص ده اللي هو في مرحلة البرمنت النينت فإحنا لازم نركز جدا في الروت كومبيت الميتفين عليها السكس ده والسكس ده هصل لهم الروت كومبيت اللي مش قادر يا شباب بيحدد إيه هي سكسات يقوم واخد الميدلين بالشكل ده يقوم أيل هنا واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ده 6 ثاني كده 1 2 3 4 5 وده 6 هنا 1 2 3 4 5 وده 6 هنا 1 2 3 4 هنا 5 وده 6 عرفنا يا شباب إزاي نحدي ده 6 زي ما أنتوا شايفين كده أعزكم يا شباب دايما تبصوا على اللور أرش لأن اللور أرش دايما يا شباب بيكون في الليكسيري أوضح جدا من الأبر أرش زي ما أنتوا شايفين كده ده حاجة لها علاقة بالبون وحاجات إن شاء الله هتدرسوها السنة الجاية في الأورا الهيستولوجي وأنا منزل لكم منهج الأورا الهيستولوجي على القناة فإن شاء الله تستفدوا منها بصوا يا شباب الوقتي إحنا عندنا السيكسات يعتبر حصل لها روت كومبيليتد كامل بس يا شباب عشان برضو تعليقا على كلام اللي إحنا كنا قلناه على بورد مش أنا كنت أقول لكم لو في مرحلة البرمنت الانتشان فأول حاجة هتبصوا عليها هي الروت تمام بس يا شباب قلت لكم في أغلب الأحيان الروت كومبيليتد هو لا يحدد بس يا شباب لو ركزتوا قوي إن الوقت لسه يعتبر ما حصلش ربشا لمين يا شباب ما حصلش ربشا لهذا السيفن هل السيفن ده حصل لكمبيتد ربشا لا لسه هنا يعتبر قرب تمام هنا يعتبر حصل لكمبيتد ربشا هل هنا السيفن ده حصل لكمبيتد ربشا لا لسه طبعا يا شباب إحنا عارفين إن اللور سيفن مثلا هيحصل لكمبيتد ربشا قبل الأبر سيفن اللور سيكس بيحصل لكمبيتد ربشا قبل الأبر سيكس اللور فايف بيحصل لكمبيتد ربشا قبل الأبر فايف اللور دايما من نفس الاسم بيحصل له اربشن قبل القبر بتاعه تمام؟ بحاجة بسيطة شهرين ثلاثة أربعة على حسب يعني فقبل ما بصوا يا شباب للروت كومبليتد عايزكم برضو تركزهم هل كل الأسنان حصل لها اربشن؟ دي أول حاجة هبصوا عليها يا شباب وده كان المفهود أقولها وأنا قطبها شرح البورد أول حاجة هبصوا عليها مدام هي بيرمنت دينتيشن هل كل الأسنان حصل لها اربشن؟ هجاب بص كل الأسنان حصل لها اربشن معادة هنا السيفن لسه ما حصلهوش فهنا يا شباب إحنا عارفين أن السيفن بيطلع عند عمر كام يا شباب السيفن بيطلع عند عمر من 12 إلى 14 سنة فأنا ممكن أقول يا شباب أن السيفن ده حصله يعتبر اربشن والسيفن ده حصله يعتبر اربشن أما ده لسه وده لسه فأنا ممكن أقول يا شباب أن الشخص ده عنده في حدود من 12 إلى 14 سنة طب لو جالك في اليمسي كيو مثلا أن الشخص ده عنده 13 سنة أيوة صح؟ فهمتوا الفكرة؟ لأن ده حصل له وده حصل له فلسه يا شباب الأبر سيفن الأبر سيفن ده هم لسه ما حصلتش لهم إرابشن فالشخص ده هقوله على طول أنه هو عنده في حدود 13 سنة 13 سنة داخل على 14 سنة فهمين؟ وهيكذا طب فريدهم يا شباب أن بانوراما دي حصل إرابشن كامل للسيفن سواء لور أو أبر على طول هبص على الروت كومبليتد طب إزاي يعرف يا شباب أنه حصل الروت كومبليتد طب بصوا بقى يا شباب ليه الروت اللي موجود هنا بصتم هل هو مقفول أو المفتوح؟ لأ مفتوحة فهنا يا شباب هعرف على طول أنه لسه ما حصلتش روت كومبليتد طب عايزكم تركيزه هنا هل حصل هنا روت كومبليتد؟ لأ لسه يا شباب طب مثلا عايزكم تركيزه هنا في اللوغة للاترال ده هل حصل روت كومبليتد؟ أيوة يا شباب حصل هنا روت كومبليتد تمام؟ فعايزكم تعرفهم من خلال الصورة اللي قدامكم دي إزاي نقدر نحدد هل حصل اكتمال للروت ولا لأ زي ما أنتم شايفين مدام الدنيا مفتوحة الآخر كده والدنيا واسعة والروت واسع يا شباب الروت كانال واسع فهنا لسه ما حصلوش الروت كومبيلتد أما يا شباب زي السكس ده أهو حصل الروت كومبيلتد لأن الدنيا مقفولة والإيبكس مقفولة زي ما أنتم لاحظين كده أوكي يا شباب وضح الكلام أوكي تعالوا نشوف إذا كان لسه في صورة تانية هنتكلم عنها ولا لأ رأس يا شباب يعتبر ده كل الصور اللي معايا أنا قدرت من خلال الصور الإكسرائي اللي أنا جبتها لكم دي إن أنا غطي النقطة بتاعة الديسيدواز دينتيشن جبنا مثال أو مثالين عليها جبنا مرحلة بتاعة الميكسيد دينتيشن ودي أهم حاجة لو جلنا مثلا عشرة بانوراما هيكون منهم تمانية لميكسيد واحدة البرمنانت واحدة ليه إديسيدواز أوكي الحمد لله يا شباب قدرنا نغطي كل الكلام ده وفهمناه والدنيا بسيطة جدا وسهلة جدا أوكي تمام بالمناسبة يا شباب بالمناسبة ده الكراون بتاع الإيت أوكي ده الكراون بتاع الإيت السير ده مضار بس كده يا شباب ده اللي كنت حابب أكلمكم عنه النهاردة أتمنى تكونوا استفدتم لو حد عنده استفسار في أي وقت يقدر أكلمني الفيسبوك بتاعي موجود عزة شمان برضو يا شباب برضو يا شباب نفس الاسم بالضبط موجود في الإنستة فده في الفيسبوك والإنستة لو حد حاب يستفسر عن أي حاجة يقدر أكلمني برضو يا شباب موجود التليجرام ده المعرف بتاعه اللي حابب برضو يكلمنا التليجرام ده المعرف بتاع التليجرام هشوفكم يا شباب إن شاء الله قريب يلا السلام عليكم